اشتركوا في القناة وقهر فارسلت الروم لهم كم تتوقعون عندهم مئة الف هم ارسلت لهم الروم مئة الف ثانين فاصبحوا مئتين الف بئتي الف ثلاث تلاف يعني لو تناظرها كده بس نظر نظرها عامة تعرف انه في تكافؤ في العدد فلكن سبحان الله التوحيد دائما يقلب يقلب الامور منهم خمسين الف فارس من هؤلاء الروم والغساسنا زيادة بن حارثة جمع الجيش قال يجمع انا استشيركم شيروا عليه مئتين الف وعنا ثلاث تلاف رجال مهزومين مهزومين ماهي مجال فماذا تقولون فجاءت ثلاثة اراء الرأي الأول قالوا نرجع للرسول ونقول يا رسول الله حن نجينا وتفاجئنا حن ثلاث تلاف وهذولي مئتين الف فقالوا كيف عنا الرسول قال اطلعوا ولو رجعنا تركنا امره لا والله لا ينبغينا ذلك طيب وش الحل الثاني قال نرسل للرسول نرسل للرسول نقول له مدنا بمدت يعني جيبنا جيش اخرين فيقول الصحابة اصلا ما عندنا جيش احنا ما نتخلف من احد من يجيب الرسول الجيش ارحل الثالث او نخرج ونواجه قام عبدالله بالرواحة قال يا قوم انتم ليس طرعتوا اصلا من المدينة ما الذي اخرجكم الذي اخرجكم من المدينة تخافون منها الان يوم قابلتموه اخرجكم وشتوحبوا الشهادة وهانتم ترون الشهادة امام عيونكم والله لا نرجع وليس هناك جيش حتى ندعم به او مدد يأتينا فليس لنا الا المواجهة والمقاملة فاستعدوا لكنه ايضا موقعهم متحمسين على غير سماع هم يعرفون قالوا طيب تعالوا اذا يجب ان نضع خطة احنا نتوكل على الله بس العدد ميتين الف وحنا ثلاث ثلاث فما هي الخطة التي سنضعها شوفوا خطة الصحابة قالوا احنا ما نجي في صحراء الصحراء هذه نجينا فيها كلونة تخيلوا انتم هالطاولة هذه هي هي الساحة اللي بيستر فيها المعركة جيد وهذا الجيش خمسين الف فارس من الكفار بس الخمسين الف على كل واحد منهم على فرس وثلاث تلاف في النص ويوحيط بهم مية وخمسين الف ميتين ميتين فقال الصحابة عندنا لكم رأي نتشاور به قالوا وما ذلك الرأي قالوا نلا نواجههم مواجهة لكننا نحاول ان نضع خطة نحصرهم في قرية بينها اشجار علمين واشجار اليسار وورانا سكان او بيوت يعني تكون محاطة من ثلاث جهات وانو اتيهم في مكان ضيق حتى يدخلوا علينا الجيش يعني يدخلونهم على قراتهم زرافات ما يدخلون مع بعض ثم اذا دخلوا واحطنا بهذا المكان يصبحون يدخلون علينا متقطعين كان عدد الكفار صافين كده طول لما شافوا المسلمين في هالمكان الصغير بدأوا يصففونهم مرة بعض زي صفوف الصلاة وسبحان الله كأن الله كتبها ثلاثة الاف ثلاث الاف ثلاث الاف ثلاث الاف حتى النهاية يعني اللي وراء ما عد لهم اي سنع ما عد لهم قيمة وهم وراء لان اللي يتقدمون ويقاتلون ويدخلون في الكر والفر هم الذين في الصفوف الامامية طبعا زيد رضي الله عنه يريد تعطيل الجيش وبالفعل هو جالس الآن يعطلهم بدأت المعركة يا جماعة المعركة كم ساعة كم توقعون ستة ايام تدرون كم مات من المسلمين بسبب بعد الله الخطة وثنعشر واحد واللي قتل من هؤلاء الرومان والغساس هنا اكثر من خمسمائة شخص وكيف الله سبحانه وتعالى قلب الامور كما يريد رب العالمين سبحانه وتعالى رفع الراية زيد قال الكفار منهم رجل دخل عليهم يقال له رافلة بن مالك قال هذول يبيزمون وش رايكم لغير الخطة قالوا وشه قالوا شفتوا ذاك لرافع الراية اذهبوا اليه فاقتلوه يعني توجهوا اليه حتى تقتلونه كان عبدالله زيد رضي الله عنه هو الذي يمشك الراية زيد ماسك الراية فهجموا على زيد رضي الله عنه وارضاه وطاشت عليه الرماح وسقط رضي الله عنه وارضاه ومات واشتشهد رضي الله عنه وارضاه ثم النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة ترى الموضوع مو بسهل وبعد ذلك تقدم جعفر بن ابي طالب لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان قتل فيتقدم جعفر بن ابي طالب وهنا في مسألة مهمة حننا نتوقع احيانا ان الموضوع سهل ان الموضوع انقصت ايده وطاح لو ينجرح الواحد منه يمكن يقعد له دقائق ما قدر يحرك ايده لكن تنقطع يد الرجل ويقعن ومع ذلك يقاوم فلما سقطت الراية حملها جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه رفعها وتترسوا عليه يعني جوه من جميع الجهات فرشقوه فقطعت يده اليمين ومسك الراية باليسار ثم لما امسكها قطعت يدها اليسار ثم امسكها بعض ديه حتى لا تسقط راية المسلمين شوفوا الاعتزاج والثبات الاخر لحظة فسقط يقول عمر والله قد اتيناه ما رأينا فيه طعنه في بطنه كل حريص على ان الراية ما تطيح كانت الطعنات كلها في ظهره رضي الله عنه وارضاه النبي هنا توصلها الاخبار من رب السماء جالس جمع الناس في المسجد قال يا معشر المسلمين ان جيشا اراهم الان يقودهم زيد استشهد زيد واني لأرى مكانه الان في الجنة الرسول في المدينة وجالس يشرح للناس وان الراية حملها جعفر وانه قد قطعت يده اليمنى فامسك الراية باليسرى ثم طعن في بطنه وانه استشهد الان واني اراه وقد اغدله الله بجناحين من يقود في الجنة جالس الرسول يذكر الرسول طبع الموضوع ممسان هذول احباب الرسول زيد تربى في بيت الرسول هذول احبابه مقتلين وجعفر جعفر جعفر عاش معها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ابو طالب فهم لهم قيمة ومكانة عند النبي والرسول يقول الصحابة نظرنا الى وجهه فاذا بدموعه تنزل حتى ابتلت لحيته صلى الله عليه وآله وسلم ثم امسك الراية بعد جعفر عبد الله بن رواحة يقول واني اراه الان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم واني اراه الان تردد عبد الله بن رواحة مسك الراية وتردد يعني تلكع شوي ثم امسكها وشجع نفسه ودخل في المعركة فقاتل حتى قتل رضي الله عنه واني ارى مكان الثلاثة في الجنة الا ان عبد الله بن رواحة مكانه اقل منهم ليش مكان عبد الله اقل قال لانه تردد رضي الله عنه وارضاه طيب اللي تردد في الطاعة يا جماعة نسمع الاذام ونفوت ونسمع المنادي للحق فلا نستجيب ونعرف ان هذا باطل فندخل برؤوسنا ونتبع الغرب والباطل حذو القذة بالقذة ولو دخلوا جحور الضب لدخلناه خلفهم وبعدين نقول يا رب لا تغضب علينا هذا صحابي شاهد له الرسول بالصحبة وبالعدالة وبالجنة لكن لانه تلك شوي كانت مكانته اقل طيب اللي اعرض اللي صد اللي ما بغى الخير اصلا كله ولا وقف معه فينتصر المسلمون يوم سقط عبد الله بالرواحة الان الناس يناظرون من سيحمل الراية والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار لهم ان يختاروا منهم ما يريدون فتقدم رجل اسمه ثابت ابن الاكرم وخاذ الراية فلما خذها قال يا ابا سليمان يا ابو سليمان من يبغى انادي خالد ابن الوليد فتقدم خالد قال خذها يا ابا سليمان قال لا والله بل انت يا ثابت احق بها مني انت شاركت مع النبينا في بدر وفي احد وانا ما اسلمت الله قبل فترة قال ذلك رضي الله عنه خالد ابن الوليد فقال لا بل انت خذها يا ابا سليمان فانت احق بها خذ الراية خالد خالد ذكي ويعرف ان ما يقدر يواجه هؤلاء قال ايها القوم ان القوم كثر يعني عددهم كثير وان لن نستطيع ان نغلبهم ما نقدر نغلبهم طيب ماذا نفعل يا خالد قال اسموه ندخل الاحقان في نفس المضيق ركزوا معك وخطة العسكر واذا حليناهم نخلي الميمنة الميسرة المسلمين والميسرة هم الميمنة والمقدمة هم المؤخرة والمؤخرة هم المقدمة ونرفع رايات جديدة ونحط لفتات جديدة وكتابات اخرى فكتبها رضي الله عنه وارضاه يعني لخبط الجيش لانهم لو شافوهم بيقولوا هذلي تغيروا علينا من هؤلاء فما كان من هؤلاء يوم ان تغيروا الا ان الرومان والغساس ننهب لهم قال هذا لي مبربعنا الاولين هذا جيش جديد فظنوا ان الرسول ارسل جيشا جديدا وقال نغبر عليهم شوي بالخيول فاذا جاءوا هجمنا عليهم فقابلنا فقتلنا منهم من نقتل وبالفعل قتلوا من قتلوا قالوا دخلوا علي ستة فصائل خمسين 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 فاذا قلت الله اكبر الله اكبر الله اكبر ادخلوا عليهم فاذا قلت الله اكبر وارجعتهم لقلت الله اكبر نعودوا فارجعوا وانسحبوا من الصفوف فلما دخلوا وقتلوا من قتلوا دخلوا ستة فصائل قال الله اكبر الله اكبر وهم يقولون من هؤلاء قالوا جيش شديد جيش شديد لا نعرفهم فاذا بخالد بن وليد بعد ما قتل من قتل انسحب وراحت الناس خلفه ثم جلسوا يلاحقون فما لاحقوا بهم قال الكفار ارجعوا فانه كمين من هؤلاء المسلمين لما رجع الجيش الى المدينة استقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم والرسول يقول ميد الناس في المدينة انه الان يحمل الراية خالد بن الوليد فقد قال الله عنه انه سيف الله المسلون سماها الله سيف هذا وقتك يا خالد وهذه اللحظة التي ارادها الله لك وارادها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتقدم في هذه اللحظة العظيمة المباركة ايها المؤمنون انتهت هذه المعركة معركة مؤتة بنصر المسلمين واعتزازهم وردا لكرامة المسلمين وردا لحق الصحابي رسول رسول الله الذي يرسل وهذه القوة التي اسسها النبي صلى الله عليه وسلم تأسيسا عظيمة